في لقاء أخير لبحث آخر المستجدات على الساحة الإنسانية في اليمن دعت وزارة الخارجية اليمنية الأمم المتحدة لاتخاذ موقف أخلاقي إزاء انتهاكات وجراء ميليشي الحوثي في البلاد اللقاء الذي جمع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد بن مبارك مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على هامش أعمال الدورة الثامنة والخمسين لمؤتمر ميونخ للسلام والأمن المنعقد في ألمانيا بحث تمادي ميليشي الحوثي الإنقلابية في اليمن والدعم الإيراني لها وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك طالب الأمم المتحدة بموقف أخلاقي أممي إزاء انتهاكات وجراء ميليشي الحوثي الإنقلابية في البلاد وعرقلتها لكافة المبادرات الأممية والإقليمية الهادفة لتحقيق السلام في اليمن وتطرق بن مبارك إلى استمرار ميليشي الحوثي في تعنتها ورفضها كافة الجهود والسلام وإلى تصعيدها العسكري في عدد من المحافظات وقيامها بمنع بعثة دعم اتفاق الحديدة أونمها من تمثيذ ولايتها وبخصوص ما يتعلق بتدخل الإيراني في اليمن دعت الخارجية اليمنية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على النظام الإيراني لوقف دعمه لميليشيات الحوثي نظرا لدورها التخريبي في المنطقة والذي تجاوز قرار مجلس الأمن الدولي بحظر ودعم وتزويد الميليشيات بالأسلحة بهدف زهزعة الأمن والاستقرار في المنطقة الحكومة اليمنية أعربت عن استعدادها لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى مقاربة شاملة تخرج الشعب اليمني من الأزمة التي يعيشها جراء الإنقلاب وتعالج الآثار التي ترتبت عليه من جهته أكد جوتريش التزام الأمم المتحدة بالعمل على التخفيف من معاناة اليمنيين مشيرا إلى أهمية التحشيد لمؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن والمزمع عقده قريبا كما تطرق جوتريش إلى استمرار الأمم المتحدة في بدل الجهود للدفع نحو استئناف العملية السياسية للوصول إلى سلام شامل ومستدام